الاقتران بزوجة ثانية أو تعدد الزوجات بشكل عام قضية تثار بين فترة وأخرى خصوصا مع تداول إحصائيات في الفترة الأخيرة تشير إلى اكتفاء الكويتي بزوجة واحدة الحقيقة أن أكثر من 99 وتسعة من عشر من الكويتين عندهم زوجة واحدة كل الكويتين اللي عندهم زوجة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربع ما يتجاوزون ألف ومئتين وخمسين اللي عندهم أربع زوجات في الكويت فقط خمستعش واحد اللي عندهم ثلاثة زوجات ثمانين واحد اللي عندهم زوجتين في الكويت عددهم ألف ومئة وخمسين واثنين وخمسين الأسباب اليوم الوقت تغير قبل المرأة تبي الرجل حتى يكون ضمان وسند اقتصادي اليوم المرأة ممكن تصرف على الرجل البعد الاجتماعي اليوم شئنا أم أبينا اجتماعيا عند المرأة لو الرجل تزوج على زوجته قد يكون حتى أصدقاء يضغطون عليهم زوجاتهم لا تقعدون إياه فيكون كأنه منبوذ اجتماعيا وأنا أكون واقعي في الكويت القانون لا يشجع المواطن على تعدد الزوجات قانون يعتبر عامل من عوامل مكوثة الزوج على زوجة واحدة بسبب ضعف مكان أو ضعف موقف الرجل قانونيا بالنسبة لعدة عوامل من ضمنها النفقات الزوجية ممكن عادة أنها تكلفة فوق طاقته إضافة إلى ذلك مثلا شاركة الزوجة للزوج في السكن إضافة إلى ذلك عدة عوامل تعود على الزوج في طائقة مالية آراء الشارع الكويتي تفاوتت بين تأييد الفكرة ورفضها يعني ما مرح لي واحد عنده فلوس مكتفي بزوجة أنا من اللي يعرفهم حلاء ذلك أعتقد غناعاتها تطورت يعني زي غناعات يعني العيشة الزوجية التي تطورت ثقافيا بالمجتمع تطورت حيث أن الواحد يكون مخلص يعني حق زوجته إحنا كويتيين ندري ما شاء الله يعني لا الشباب ولا الشياب يكتفون بزوجة واحدة يعني ما يبدأش بمشاكل مع زوجته الأولى يعني هذه أول أهم نقطة تصير ثانيا يمكن ما يكون مقتدر أتوقع أنه ما يكون مقتدر قادر على الموضوع بالإضافة أنه يقول لك الأولى عوال راس الثانية شلون